أهلا بحراتكم من جديد والأهلي خطة أحمر والأهلي خطة أحمر قلناها في أول حلقة لنا الأهلي خطة أحمر أمام الجميع حتى أمام أبنائه إحنا هنا درنا أن نوجه ونقول على أي أخطاء ونحافظ على حقوق الناد الأهلي زي أي برنامج متواجد هنا على شاشة قناة الناد الأهلي السلاح الإعلامي للناد الأهلي هو المنوض بالدفاع عن حقوق الناد الأهلي والأهل خط أحمر زي ما الأهل فوق جميع أبنائه أيضا الأهل خط أحمر أمام جميع أبنائه الكابتن محمد برقاط أحد أبناء النادي الأهلي لعب كبير بالتأكيد له تاريخ كبير مع النادي الأهلي تسع سنوات من الإنجازات كان روح الفريق بمعنى الكلمة رصيده كلعب هو محفور في الزاكرة وفي القلوب وفي العقول ولكن لما نجي نتكلم عن حقوق النادي الأهلي وهو مسؤول في اتحاد قرة القدم فلابد من وقفة وقفة فيها عتاب أحيانا وقفة فيها انتقاد أحيان أخرى وقفة فيها مطالبة بحقوق النادي الأهلي قضية خطاب النادي الأهلي أو خطاب الكاف الذي أرسل اتحاد القرى اتكلمنا في كتير وسردنا القصة كتير جدا ولكن الكابتن محمد برقاط بعد تاريخ ووقت كبير جدا من السرد طلع يتكلم في خطاب الكاف ويقول أنه هو بيقدم اعتذار وأن اتحاد القرى مسؤول فتعال نشوف تصريحات أو جزء من تصريحات الكابتن محمد برقاط عشان عندنا تعقيب مهم جدا أما تحصل مشكلة مع النادي الأهلي في الجواب بتاع استضافة النهاء الأفريقي لا أنا عندي مشكلة عندي مشكلة حفظة لقول النادي الأهلي عنده القواعد بتاعة البطولة ومش عارف ايه من بداية من شهر 8 ولا من شهر 9 من قبل ما البطولة تبدأ وي وي وكلام ماشي على عيني وعلى رأسي وماشي قلت الكلام ده وبعدين بعد كده جي جواب في يناير وكانت مدته شهر من 19 يناير شهر وعشر تيام كان لتها آخر فبراير جالي جواب أسرت أسرت تقعصت أبص في مراية يبقى أنا من الأول نقولي الكلام ده ما بتكلمش دي ما لديش علاقة بزميلي كل يوم كل التأدير والاحترام كلهم قامات كبيرة أتشرف أن أنا موجود معهم مع الناس دي أتشرف أن أنا موجود مع الناس دي إنما في أخطاء طبعا في أخطاء طبعا في أخطاء أنا كالتحاد كرة كلفت النادي الأهلي بطولة أفريقيا السنادي أنا كالتحاد كرة أنا كلفت النادي الأهلي خسارة البطولة الأفريقية السنادي السنادي اللي لسه خلصان وأنا بصملك دلوقتي بالعشر على حاجات تانية كتير جدا جدا الناس بتزعى لما بتكلم فيها بيزعلوا جدا وبتهجم هجوم شديد جدا جدا ولا عندي أي مشكلة في أي حاجة خالص ممكن نتكلم على سوق أداء لعبة الأهلي ممكن أتكلم على تأليف مسماني على عدم تجهيزه للقاء ممكن أكلمك على بيانات النادي الأهلي اللي قاعدت كل يوم تنزل ممكن أكلمك في الحاجات دي كلها وأقولك إن الودات في الملعب استهل إن هو يفوز بالمباراة كتشعين ديئة وفرقتين في الملعب بس أنا بالنسبة لي وحق ربنا كل ده في مراتب تانية السبب الأساسي إن التعاد الكرة كان مقصر أثر لأن بكل اللي بقولك عليه كل اللي بقولك عليه بدا كله بسوق لعبة النادي الأهلي يوميها في أرض الملعب النادي الأهلي لو كان لعب في أي ملعب تاني غير المغرب النادي الأهلي هيكسب البطول اتحاد القرى أسرنا أسرنا تقعصنا تقعصنا النادي الأهلي أو اتحاد القرى كلف النادي الأهلي خصارد بطولة أفريقيا طيب بعدين نحن بنعتذر نفس القصة كابتن محمد بركات زي نفس قصة أعضاء اتحاد قرى القدم المصري المشكلة عندهم في فكرة إن لما النادي الأهلي طلع بالمؤتمر وعرض كل المحادثات اللي كانت بتغيب حتى نوصلها عشان نرفع قضية وعرض الصورة واضحة على الجميع الكابتن محمد بركات جاي متأخرا يتحدث عن فكرة التقصير والتقعص تمام أنت معترف أن حضرتك كالتحاد قرى القدم كلفت النادي الأهلي خصارد بطولة أفريقيا ومعترف أن أي كلام في الفنيات أو في التحضير النفسي أو في بيانات النادي الأهلي اللي كان بتطلع قبل المباراة النهاية هي في المرتبة التانية لأن المرتبة الأولى هو تحديد الملعب والكلام ده أي حد لقى بكرة طبعا كابتن محمد بركات نجم كبير فعارف يعني إيه تكافؤ الفرص في أنك تلعب في أرض محايدة مش أنك تروح تلعب في أرض المنافس أو الخصم في مباراة نهاية بس كل ده الكابتن محمد بركات كان واضح جدا وصريح مع نفسه قال ده في المرتبة التانية لكن إيه اللي في المرتبة الأولى هو تقاعص اتحاد قرة القدم وأنهم ما شفوش الخطاب يا كابتن محمد بركات يا تقاعص اتحاد قرة القدم طيب أنت تقاعصت وخسرتنا بطولة فين العقاب يعني فين العقاب أنت مسؤول دلوقتي كاتحاد قرة عن إخفاء خطاب ما لاش إخفاء خطاب التقصير والتقاعص فيه إظهار الخطاب فين العقاب للمسؤول ده رقم واحد رقم اتنين أو احنا ليه دايما بنقف عند نقطة الخطاب ما احنا قلنا أن لو أنت ما شفتش في توقيت الخطاب لغاية يوم 28 فبراير فحضرتك شفت في اجتماع اتحاد قرة القدم 10 إبريل و 12 إبريل اللي بناء عليه طلع خطاب لوزير الشباب والرياضة ما فيش فيه نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هو كان أول بطولة المفترض للاتحادات تقدم على تنظيمها من سبع بطولات اتبعتت لكل الاتحادات داخل قرة أفريقيا حضرتك فين من 10 و 12 إبريل من اللي اعتذار والتقصير ليه مشتنا كل المساحة دي كلها وكل الزمن ده كله عشان نيجي في النهاية نقول أن احنا أسفين يا جماعة أننا خسرناكم بطولة أفريقيا وكأن هو ده المقابل ولكن المسؤول في القصة عادي جدا بيتم توجيه ليه اتهمات من كيروش بالإسم وحضرتكم سكتين وحضرتكم عارفين التقاعص أنت ما شفتش كتسع أعضاء في داخل اتحاد كرة القدم فين وليدر عطار المدري التنفيذي اللي كيروش كان جريء لما قال له إزاي بتتعامل معايا بالوجهين دول وإن كيروش قال أنا مش هسيب حقي تظن يا كابتن محمد بركات أن المدير الفني الأجنابي اللي مش هسيب حقه النادي الأهلي يسيب حقه عشان حضرتك أحد أبناء النادي الأهلي طالع تعتذر عن التقصير والتقاعص وخسارة بطولة نهاية دور الأبطال أعتقد يا عسامة جمهور النادي الأهلي أصلا دايما بيوجه المسألة وبيوجه وجهات نظره وبيوجه هل كانت المشكلة فين لكل أطراف منظومة النادي الأهلي نفسها وإذا لما نقرق برأ أطراف منظومة النادي الأهلي لأي حد كائنا من كان أنا بتعامل معاك أنت لعب سابق في النادي الأهلي تاريخك له كل احترامه ولكن إحنا بنتكلم في وقعة صريحة أنا لما كون حد جهلت بالمعلومة بالشكل اللي بيتقال ده لأ لازم أجي أقول أنت ليك حق عند اللي تسبب لك في الموقف ده قبل ما تيجي تتكلم في اعتذار مفترض تكون خدته فتيجي لما تتكلم جمهور النادي الأهلي يتقبل ده ويشوف إنك فعلا حسبته المقصر وبالتالي بقى عندك تايم لاين كده للأزمة أنا بداية الأزمة كانت فيه ما تبقاش بداية الأزمة مع احترامي للجميع لأن مش أول حد يقول كده كابتا محمد بركات لا فيه غيره آه أصلي أنت كنادي أهلي وتتقال تزق في النص كده كان عندك نظام البطولة نظام البطولة ده إيه يا جماعة إن المباراة النهائي فيها من مباراة واحدة هل أنا مطلوب كنادي أهلي أصحى كل يوم الصبح المدير التنفيذي ولا أيا كان مين المسؤول في النادي الأهلي يتصل باتحاد الكرة يقول لهم يا جماعة هل موضوع الاستضافة جاء ولا لسه شوية كل يوم هل يا جماعة موضوع مفيش يبقى أنا الخلل أساسه عندي بدايته من زي ما عرضنا هنا في 19 يناير هل يكفي النادي الأهلي أعتذار الأعتذار ده و أنا قلتها ما احترامي لأي حد الأعتذار ده يتقال لما يبقى الموضوع لا يتعلق بحق من حقوق النادي الأهلي لما يبقى الموضوع شخصي ممكن نعتذر له بعد إنما حق من حقوق النادي الأهلي لا لازم يكون أصاد النادي الأهلي حد مقصر بيحاسب اشتركوا في القناة